بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد كثير من الناس للأسف الشديد إذا رأوا ما يعجبهم قل ما تأخذ منهم ثناء أو قل ما تأخذ منهم متحا أو قل ما تأخذ منهم تشجيعا أو قل ما تأخذ منهم دفعة وتحفيزا إلا من رحم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما في المسجد فسمع أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقرأ القرآن في صلاة وهو يصلي ثم ذكر لأحد أصحابه أنه قال إن الأشعري وفي رواية إن عبد الله بن قيس وهو اسم أبي موسى الأشعري أبي موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه فقال إن الأشعري أوتي مزمارا من مزامير آل داود ثم لقاه النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد فقال يقول لأبي موسى الأشعري وانظر إلى هذا الكلام الجميل الذي يعرفه الكثير منه ومع ذلك قد يغفل عن بعض الأمور الطيبة في المعاملة والملاطفة التي تكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه والتي من المفترض أن تكون بين القائد وبين جنوده أو بين المدير وبين موظفيه أو بين الأب وبين أبنائه أو بين الرمز أو الرئيس وبين باقي الناس قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة لو شفتني وأنا بسمعك بارح وانت تقرأ قرآن لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة خلي بالك من الذي يتكلم ومن الذي يقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن ونزل عليه الوحي يقول لأبي موسى الأشعري يبشره لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة ثم قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داوت صلى الله عليه وسلم تخيل أنت لو أنت مكان أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يعني ما هو شعورك وما هو وصفك عندما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لو شفتني وأنا بسمعك بارح وانت بتقرأ قرآن دا أنت ما شاء الله صوتك جميل جدا دا أنت أوتيت مزمار من مزامير آل داوت وداود عليه السلام هو النبي المعروف عليه الصلاة والسلام وكان يذكر الله عز وجل حتى يذكر معه الجبال والطير يذكر مع داود عليه السلام الله عز وجل وقد أوتي صوتا طيبا جدا ويضرب به المثل في حسن الصوت ثم قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود وآل داود المقصود بها كما قال أهل العلم داود نفسه فتخيل أنت قمة التحفيز التي دخلت إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه والبشرى الطيبة التي أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة انت صوتك شدني يعني خلتني أسمعك وأنصت لما تقرأ وتقول انت صوتك جميل لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود فيا لها من بشرى لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن يأخذ هذه البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك نحن في حياتنا لا تبخل على ابنك بمدح وثناء وإذا قارنت بين خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى وبين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى بين أصحابه أو عند أحد أصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعري أوتي مزمارا من مزامير آل داود فهذه إشادة من النبي صلى الله عليه وسلم في غيبة أبي موسى الأشعري يقول إن عبد الله بن قيس أو إن الأشعري أوتي مزمارا من مزامير آل داود فليس فقط أنه أعجبه الصوت وحسب لا بل أيضا أشاد به في مكان آخر في عدم وجود أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأيضا أثنى لأبي موسى وأثنى عليه أمامه وقال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود فأخذ البشرى فعلينا أيها الأحبة ألا تبخل على ابن من أبنائك أو موظف من موظفيك أو أي ناس من إخوانك وأصحابك أن تثني عليه وأن تحفزه وأن تشجعه وأن تعلو من شأنه في هذا الأمر تعطيه دفعة قوية وتحفيزية إن لم يكن بالمادية والمال فبالثناء عندما تثني على أحد إخوانك في شيء معين هذا يعطي تحفيز وكلنا يحب التحفيز أنا وأنت وهم وكلنا يحب التحفيز وإلا ما كانت الورقة التي لا تساوي إلا القليل ويكتب عليها شكر وتقدير وتعطى للمعلم أو للطالب أو للموظف أو غير ذلك تعطي دفعة قوية جدا ولم يكن لها قيمة بهذا الشأ إلا لأنها ترفع المعنويات وتحفز الإنسان إلى أكثر من ذلك فهذا ما نأخذه من هذه الحلقة ومن هذا الموقف الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أبي موسى الأشعري في غيابه ومدح أبي موسى الأشعري أيضا أمامه وقال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود وهذا الثناء جاء من النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة